الحلقة دي أنا بصورها قبل ماتش الدربي ما بين AC ميلان والإنتر ولكنها حتتنشر بعد الماتش فأنا في اللحظة دي معرفش إيه اللي حيحصل في الماتش أو حيخلص كام كام بس عموما لو كنا كسبنا فألف مبروك لمشجعي الميلان انتصار عظيم جدا وإن شاء الله مش آخر انتصار كبير في الموسم ده لو اتعدلنا فاتعادل جزء من كرة القدم مش أسوأ نتيجة كانت ممكن تحصل ولو اتغلبنا فدي أصلا حضرتك قناة سينما انتو بتتكلموا في الكرة اللي دلوقتي أحداث فيلم فيرست مان بتدور عن المهندس والطيار نيل أرمسترونج ما بين سنة 1961 و1969 أحداثنا بتبتدي بكيفية انضمامه لبرنامج الفضاء في وكالة ناسا وبتنتهي بالوصول الناجح وخطواته التاريخية الأولى على سطح الأمر وما بينهم الكثير من الدراما والضغوط والمخاوف سواء على المستوى العائلي أو على المستوى العملي خطوات نيل أرمسترونج على الأمر تعد عند الكثيرين أعظم إنجاز في تاريخ البشرية وده بيطرح تساؤل مهم جدا الخطوات دي حصلت سنة 1969 إزاي ما اتعملش عنها أي فيلم لحد دلوقتي طبعا فيه أفلام وثائقية كتير وأفلام كتير متوسطة المستوى سواء التجاري أو الفني اتعملت عن الموضوع ده بس أنا بتكلم عن فيلم كبير فيلم يمكن اعتباره أهم فيلم في سنة عرضه زي فيرست مان كده بالنسبة ل2018 والإجابة هي إن الإنجاز العظيم ده فيه مشكلتين المشكلة الأولى هي إن أهم عنصر في الإنجاز ده هو حدوثه تيجي تبص على اللي حصل قبله واللي حصل بعده مش هتلاقي حاجات كتير تتحكي الموضوع إلى حد كبير مباشر والمشكلة التانية هي إن القصة دي مشهورة جدا وخضعت لمرأبة ودراسة دقيقة جدا لدرجة إنك ما ينفعش تاخد حرية إبداعية في سردها من الأفلام اللي شفتها مؤخرا وكان عندها نفس التحديات سالي وديب ووتر ورايزن واللي اتنين اتعرضوا سنة 2016 الفيلمين برضو كانوا بيحكوا عن أحداث مهمة جدا ومحورية جدا وخضعوا لمتابعة دقيقة جدا والفيلمين برضو ما كانش عندهم قصص كبيرة تتحكي سواء حوالين المعجزة في حالة صالي أو الكارثة في حالة دي بوتر ورايزن ولكن في الحالتين السيناريو والإخراج نجحوا في إنهم يمسكوا خط درامي رفيع جدا ولكنه متير للاهتمام وبخبرتهم وحرفتهم نجحوا في إنهم يمطوا فأصبح طويل جدا ويغذوا فأصبح سميك جدا ونتج عنه تجربة صالحة للمشاهدة في حالة فيرستمان فالخط الدرامي اللي ديميان شزال على مستوى الإخراج وجوش سينجر على مستوى السيناريو وحاولوا يمسكوه ويمطوه ويغذوه هو نيل أرمسترونج نفسه وهو خطر وفيع فعلا لأن صدق أو لا تصدق حياة نيل أرمسترونج ما فيهاش حاجات كتير تتحكي آه طبعا واحد صاحب إنجاز عظيم زي دا ضروري حياته كانت مليانة عقبات ومليانة ضغوط ومليانة إحباطات ومليانة مواجهات مع الموت شخصيا ولكن كل الحاجات دي ما كانتش درامية كفاية ويمكن أكبر دليل على ده هو الأداء الرائع من رايان جوزلينج في تكسيد الشخصية نفسها في الفيلم أغلب إنفعالات الشخصية في الفيلم داخلية والإشارات اللي بتصدر عنه خافتة جدا وقصيرة جدا ووصلت للمشاهد بس لأن رايان جوزلينج فعلا ممثل جامد وحقيقي ما كانش فيه أي حد غيره يصلح للدور ده فيلمنا أخذ كل المحطات الرئيسية اللي بطلنا مر بيها لغاية لما وصل للأمر سواء على المستوى العائلي أو على المستوى العملي ورصها جنب بعض وضخمها وفي محاولته دي حقق إنجازين ووقع في مشكلتين الإنجاز الأول هو إن كل محطة الفيلم مر بيها كان فيها عنصر سينمائي متميز وبارز والعنصر ده ممكن يتغير ما بين كل مرحلة واللي بعدها يعني مثلا فيه تسلسل أحداث في النص التاني من الفيلم كان متميز جدا على مستوى المونتاج ومستوى الموسيقى مشاهد التجارب الأولى في ناسا ممتازة جدا على مستوى الإخراج الكوميدي مشهد البيت الأبيض رائع جدا على مستوى التكسيد وفي تقدير يأفضل مشاهد رايان جوزلينج كل فصل وكل مشهد لازم حتلاقوا فيه عنصر مبهر حتى المشاهد اللي أنا شخصيا عندي عليها بعض التحفظات وهي بالتحديد مشهد المهمة جميناي 8 ومشهد المهمة الأخيرة أبول 11 مشهد جميناي 8 كان فيه إبداع ما بعده إبداع في التصوير واختيار المنظور ولكنه برضو كان مليان فجوات منعت المشاهد العادي اللي زي حالاتي كده من إنه يفهم اللي بيحصل بالزبط ومشهد أبول 11 ده خلوه على جنب حنتكلم فيه كمان شوية المشكلة الأولى بقى المتعلقة بالإنجاز الأول هي إن الفصول دي كلها فعلا مرصوصة جنب بعض كل شوية فصل ينتهي والنط كم سنة للفصل اللي بعده وفي بعض الأحيان الروابط ما بين الفصول دي كانت بتبقى معدومة دي مسئولية مشتركة ما بين السيناريو والإخراج طبعا وأطفت على بعض فصول الفيلم الطابع الوطائقي الإنجاز التاني هو توصيل المشاهد للاقتناع بالأخطار اللي بتقابل أبطالنا وده إنجاز مش صغير يا جماعة القصة دي معروفة ومفهوم كويس قوي في كل فصل مين عاش ومين مات فإن الفيلم يوصلك لإنك تتشد فعلا في مشاهد أنت عارف نتيجتها ده إنجاز مش بسيط ومش كل صناع الأفلام مهما كانوا كبار بينجحوا في إنهم يوصلولوا في القصص الحقيقية يمكن من أهم أدوات الإنجاز ده هو أداء كلار فوي لدور جانت مراطني الأرمسترونج لأن تعبرتها وردود أفعالها هي اللي فعلا بتحسسنا بهول اللي بيحصل المشكلة التانية هي إن في حدث درامي في الحياة العائلية لنيل أرمسترونج تم تضخيمه أكتر من اللازم في رأيه وتم الاعتماد عليه كركيزة في أمور كتيرة جدا في الفيلم في تأديري الشخصي لم يكن يتحملها طبعا الحدث ده حصل في الحقيقة فعلا فهو مش اشتغالة من الفيلم ولكن الضغط عليه والإشارة ليه بكل الأدوات الممكنة وبمناسبة وبغير مناسبة في رأيي أنا مش أعظم حاجة الفيلم عملها وفضلنا ماشيين بالطريقة دي من فصل الفصل من إنجاز لمشكلة تقلق كبير في الأدوار الرئيسية تراجع باهت جدا في الأدوار المسندة لغاية لما وصلنا لأبولو 11 مشهد الملحمة الكبرى مشهد الإنجاز العظيم مشهد الوصول للأمر وخطوات نيل أرمسترونج على سطحه اللي في تأديري أسوأ مشاهد الفيلم أولا لأن كمان مرة لحظة الإنجاز العظيم ده مفيهاش دراما كافية مفيش عوائق مستحيلة مفيش اكتشاف استثنائي حتى الجملة التاريخية اللي قالها نيل أرمسترونج طول عمري شايف إنها مصطنعة جدا فالفيلم حاول يعمل إيه بقى؟ حاول يحط عائق ولكنه ما وصلنيش لأي درجة من درجات الشد العصبي حاول يخلق دراما ولكنه برضو كان معتمد على نفس الحدث العائلي اللي كان بقى مبتدل في المرحلة دي وشغل مقطع موسيقي طويل ومكرر زهقني لدرجة إني كنت على وشك إني أقطع في حواجبي فرست مان مش فيلم وحش ولكن بالقياس مع توقعاتي الشخصية هو بكل تأكيد فيلم محبط فيلم مليان تحديات بكل تأكيد وصناعه كان عندهم فلسفة في التعامل معها ولكنها مش دايما كانت موفقة حيفضل معي أنا شخصيا منه أداء رايان جوزلينج أداء كلار فوي وبعض الومدات اللي ديميان شازال استخدم فيها عصاه السحرية تقييمي لفيلم فرست مان هو سبعة من عشرة وده من أكتر الأفلام اللي هتخلق انقسام في وجهات النظر فأرجوكم روحوا شوفوه وحكموا بنفسكم مناقشة الحلقة في رأيكم ايه هو أفضل دور مساند في فيلم من أفلام مهمات الفضاء ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي